تقول السائل هل يجوز لنا نحن النساء أن نحضر الدروس العلمية في المسجد أيام الدورة الشهرية ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة التي عليها العذر لا تدخل المسجد إلا مرورا إذا كانت مار به مرورا أما أن تلبث به فمنع من ذلك جماهير أهل العلم ورخص آخرون وقالوا بأن الحديث لا يصح في الحائض في منعها من اللبث في المسجد لكن الذي يظهر بأنه تقرر كما كانت عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرى في المسجد قالت إني حائض قال حيضتك ليست بيدك فكأن يقول العلماء تقرر في نفس عائشة أن الحائض لا تدخل المسجد وإنما دخلت لجلب الخمرى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه لا تلبث ومن أهل العلم من يذكر إذا كان ضرورا مثلا كأن تكون موظفة مثلا أو مشرفة مثلا قالوا هذه حاجة أو ضرورة ترجمة نانسي قنقر